بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اجتمع الناس ليستمعوا لقول هود عليه السلام وحديثه مع رجل من قوم عاد ولكن واحدا منهم لم يكن يتوقع أن يكون بينهم من يؤمن بهود ويصدق قوله فحينما راح قادس يدافع عن نبي الله هود حتى راح الناس ينظرون له غير مصدقين بعضهم يتساءل بدهشة والآخر يريد أن يشهر سيفه ماذا قلت يا فتى؟ قلت ما سمعته وما سمعتموه جميعا فوالله إني لا أخشى أحدا منكم وأشهدكم أني قد آمنت بهود ورسالته وكفرت بآلهتكم وآلهة آبائكم وأجدادكم أنت لا تعرف عاقبة ما تقوله فاحذر لحياتك وإياك من السير في هذا الطريق إياك وأن تعيد مثل هذه الكلمات مرة أخرى ودعك من هود وقوله والله إن قوله الحق وما دعاكم نبي الله إلا للخير ولكنكم قوم تجهلون أتعيد كلامك مرة أخرى على مسامع العامة؟ أين ذهب حلمك يا فتى؟ والله ما هداني حلمي إلا لقول الحق كفاك ما قلت يا قادس وعود إلى بيتك حتى لا ينالك من القوم سوء انفض الناس وأخذ كل واحد منهم طريقة إلا أن نفوسهم كانت قد ملئت بالضغينة لهذا الفتى الشجاع ها! ها أنت يا ابن رباح قد وقعتك الفريسة بين يدي روثة؟ نعم أيها الفتى المقدام هو رافع بسيفه المصلة على رقبتك وماذا تريد بسيفك هذا؟ أيها الخسيس أريد رقبتك يا تابع هود حتى تكون عبرة لكل من أراد أن يؤمن بهود وربه أتقطع الطريق على رجل أعزل؟ يا لك من خسيس وجبان مثل أبيك وأنت أيضا مجنون مثل أبيك فأتباع هود كلهم مجانين ولا بد لنا أن نخلص إرم من فسادكم والله إني أراك سفيها ضالا يتلاعب بك الشيطان كيف ما شاء ومتى شاء دعا كشيطاني أيها الأبلة واستعد لجحيمك القادم والله ما أراني إلا ذاهبا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما الجحيم فلم يخلق إلا لمثلك جنة عرضها السماوات والأرض ألم أقل بأنك مجنون كأبيك ونبيك الكذاب إذا كان ما تقوله حقا فلتذهب إلى جنتك المزعومة الآن خذ يا قوم يا قوم لقد قتل قادس بن رباح قتل في طريق الغابة وهو عائد لبيته قادس بن رباح لقد كان هنا في الأسواق منذ قليل ما الذي حدث له؟ ألم تسمع بما ضر بينه وبين عاص دفاعا عن هود؟ لا لم أسمع ثم ما شأن قادس بن رباح بهود؟ لقد آمن به ماذا؟ آمن به؟ أوهناك من آمن بهود في قوم عاد؟ إذن ففتنة هود قد بدأت في إرام لقد استحق قادس ما حدث له حتى لا يجرؤ أحد على تكرار ما فعل شش لا تقل مثل هذا القول مرة ثانية يا رجل فإن رباح صديق لنا أنا بريء منه ومن صداقته فربما يكون هو أيضا قد آمن بهود وإلهه آه ربما ولكن إن كان فعل ذلك حقا فيجب علينا طرده من إرام هذا ما ستخبرنا به الأيام القادمة يا صديقي فدعنا نجلس ونرى أرأيت يا شدد أرأيت هذا ما كنت أحذركم منه ولكنك لم تكن تنصت لقولي ماذا بك يا صدد؟ لما هذا الغضب؟ أخبرتك من قبل بأن دعوة هود فتنة كبرى ويجب أن نتخلص منها تحدث يا صدد دون لوم ما الذي حدث؟ اليوم كان الإعلان عن ظهور المصدقين لنبوة هود في إرام ماذا؟ كيف؟ ومن هذا الذي يجرؤ على فعل ذلك الإثم العظيم؟ أخبرتكم بأن فتنته شر عظيم يقترب منا وأن دعوته ستجد صدا يوما ما في قوم عهد ما العمل إذن يا كبير إرام؟ هل سنقفها كذا مكتوب في الأيدي؟ أخبرني يا صدد أين ذهب هذا الفتى الذي أفصح عن إيمانه بهود؟ وهل كنت تعتقد أنه سيفر بفعلته؟ لقد قتل في طريق الغابة قبل أن يعود إلى بيته ومن قتله؟ ومن قتله؟ رافع ابن شاحب فلقد أتاني بالقصر وسيفه يقتر دما وأخبرني بكل ما ضار إذن فلقد غادر السهم قوسه لا تراجع بعد الآن فلنقف دعوة هود هذا وإلى الأبد وكيف يكون ذلك يا شداد؟ بأن نعرف كل شيء عن أتباع هود ثم نقضي عليهم أو ننفيهم إلى خارج إرام وكيف السبيل إلى ذلك؟ هو سبيل واحد فقط وتعرفه أكثر مني يا شداد عنز؟ آه أصدت هي عنز ولا شك عمت مساء يا أبي عمت مساء يا ولدي كيف حالك وكيف هي الأسواق اليوم؟ لقد حدث أمر يا أبي وأريد أن أخبرك به قل يا رافع هل حدث شيء في الأسواق؟ نعم عاد هود لقوله ولدعوته للناس فخرج من أعلن إيمانه به في العلن ووسط أسواق إرام ماذا؟ ومن هذا المجنون الذي تجرأ على فعل ذلك؟ قادس بن رباح قادس؟ هذا الغلام الياثع؟ يا له من أهوج هو لا يعرف كيف ستكون عاقبته بل عرف يا أبي وأخذ جزاءه فقد أنزلت عليه عقاب آلهتنا العوالي ماذا؟ كيف هذا؟ ما الذي حدث له؟ تحدث يا رافع قتلته يا أبي ماذا؟ يا لك من أهوج كيف فعلت ذلك؟ هذا ما كان يجب علي أن أفعله أتجادل أيضا؟ ألا تعلم بأن قبيلته ستقتص منك؟ لن يجرؤ على شيء فأتباع هود لا حرمة لهم أخبرني يا شاحب ماذا فعل ابننا؟ لقد قتل قادس بن رباح يا مداحة قتله وهو يعلم بقوة قبيلته ماذا؟ لماذا فعلت ذلك يا رافع؟ إنه من أتباع هود يا أمي وقتلته تقربا للآلهة إذا لا تحدث أحدا بعد اليوم بفعلاتك هذه وعم هود فدعني أتولى أمره أنا وتجار الأسواق رحمة الله عليك يا ولدي غفر الله لك وعظم أجرك وجمعنا بك في الجنة إن شاء الله آه يا ولدي الوداع يا أخي الوداع ابقي مكانك يا راجية فسأفتح أنا الباب رح رباح ليفتح الباب فوجد نبي الله أمامه نبي الله أنا لا أصدق ما أراه هذه هي المرة الأولى التي تزورنا فيها منذ سنوات طوال تفضل يا نبي الله تفضل فلما راح نبي الله يصبره على ما فقد قال رباح الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ يا نبي الله وعسى أن يتقبله الله شهيدا عزاؤنا الوحيد أنك بخير يا نبي الله ولم يمسك سوء من القوم الجبارين صبرها نبي الله هي أيضا فقالت محتسبة صابرة صابرة ومحتسبة يا نبي الله والله ما اهتدينا إلى ما نحن عليه إلا بفضلك يا نبي الله فنسأل الله أن يحفظك لنا وينصرك على هؤلاء القوم الظالمين عنز عنز زائرون يا عنز زائرون قادمون لنا زائرون؟ من هؤلاء؟ وأين هم؟ رأيتهم وهم يسعدون الجبل قادمون نحونا كم عددهم أياتها البلهاء؟ رجلان يا عنز فقط رجلان إن صح قولك فلن يكون سوى شداد وصدد فهم فقط من يجرؤان على القدوم إلى عنز في كهفها ما إن يأتوا أدخليهم علي أمرك يا عنز يا عنز السيد شداد والسيد صدد أهلا بكم الكاهنة في انتظاركم تفضل ما أقبح هذا المكان حقا أنه يليق بعنز ولكنك أنت من أتيت إليه بقدميك ها أنت أياتها الخبيثة كما تركتك آخر مرة وكأن الزمان لم يغير بك شيئا كيف حالك يا ابن السيد إرم؟ بخير يا امرأة بخير ولكننا أردناك في أمر لن ينجينا منه إلا أنت هد وأدباه من المؤمنين أليس هذا ما جاء بكما؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله راح قوم ثامود ينظرون إلى الناقة غير مصدقين يمشون وراءها متتبعين يسبح البعض من هول هذه الآية وأما المشركون فغير مسبحين ولما انفض الناس راحوا يتساءلون بينهم هل ما رأيناه حقا؟ وهل صالح هو نبي مرسل من رب العالمين؟ فآمن القليل منهم وأما الكثير منهم فكانوا من الظالمين ما رأيك فيما رأيت يا قدار؟ ما زالت عيناي لا تصدق ما رأيت كيف فعل صالح ذلك؟ أي سحر هذا الذي سحر به أعيننا؟ لم يكن سحرا يا صديقي بل الناقة كانت لحما ودما تسير أمامنا في الأسواق بل وإنها عشراء كما طلبنا فعن أي سحر تتحدث يا قدار؟ إذن فستقوى شوكة صالح وتنتشر دعوته بين الناس وهذا ما لا نريده يجب علينا أن نوقف دعوته بأي حال وإلا زاد الخطر علينا فلنفعل أي شيء ولكن دون قتله أترى هذا يا مصرع؟ لا شيء غير هذا فهو الآن صادق بين الناس بل إن هناك من آمن به وبدعوته لذا فيجب علينا أن نكون أكثر حذرا يا صديقي حتى لا ينقلب الناس علينا نعم يا مصرع أرى هذا أيضا فرأيك صواب وإن كان صوابك مؤقتا حتى يجد جديد وما الذي سيجد في ظنك؟ هذا ما سنفكر فيه نحن وسادة ثمود في بيت الندوة فأمر صالح جد خطير ومصائرنا باتت متعلقة بيده الحمد لله على فتحه العظيم لقد نصر الله رسوله وأظهر الحق على يديه هل تظن يا جعفر بأن قوم ثمود سيؤمنون بنبوة نبي الله صالح؟ أم سيستكبرون؟ والله إن استكبروا بعد هذه الآية لأصبحوا من أرادل الأمم فكيف يشق الله لهم الصخر ويخرج منها ناقة من لحم ودم ثم بعد ذلك يكذبون؟ أولم يكذب أقوام قبلهم الأنبياء والمرسلين؟ آه صدقت أفلاح صدقت فإنها النفس وهواها ووسوسة الشياطين فنحن لا نعرف ما الذي سيحدث في الغد الأمر شائك ونسأل الله السلامة في كل حال أسمعتم ما أمر به نبي الله صالح عليه السلام؟ لقد أمرهم بأن يشربوا يوما وأن تشرب الناقة يوما وفي اليوم الذي تشرب فيه الناقة يشرب الناس من حليبها لا أرى قوم ثمود طائعين لأمر نبي الله لماذا تعتقد هذا يا قيس؟ هكذا اعتاد القوم لا ينصاع لأمر ولا يتقيد بعادات فأنا أكاد أرى ما سيحدث وما الذي ترى؟ أكاد أرى الخروج على أمر نبي الله ورفض دعوته إذن تحل اللعنة على قوم ثمود كما حلت على السابقين نسأل الله اللطف في قضائه وأن يخرجنا على خير من بين القوم الظالمين يا سادة ثمود ها قد رأيتم اليوم ما كان من صالح وعمله لقد برهن للناس كافة بأنه نبي مرسل من الله وأن الحق معه لا مع غيره ولقد عرفتم من قوله بأن ربه قد أمره بأن يسقى الناس يوما وتسقى الناقة في اليوم الثاني فما رأيكم في قول صالح وأمره؟ نحن لا نقبل أن يتأمر علينا صالح فمنذ متى نقبل نحن سادة ثمود؟ برأي يخالف ما نرى وأنا أوافقك الرأي فلن يكون لصالح الحكم فينا أبدا كي نأتمر بقوله وكأنه أوتي الملك الخوف كل الخوف بأن يتسيد صالح علينا غريب هذا القول منك يا رجل رغب أنك من قبيلته وعزتك من عزته بل أنا أكثركم خوفا من أن يتسيد صالح علينا يا كبراء الحجر إن أمر صالح كله شر لنا نحن سادة ثمود ولابد أن ننحي هذا الشر جانبا ونكمل طريقنا سالمين وأنا أوافق الرجل في رأيه لا بد أن نفكر في أمر نزيح به صالحا من طريقنا وأنا أيضا أوافقكم الرأي وما قولك أنت يا خلجان في هذا الشأن؟ أنا لا أوافقكم الرأي فما أتى به صالح لهو الأمر العظيم وإنها لبينة لا يختلف عليها أحد فينا كما أنه لم يأمر بسوء فقوله أن يشرب الناس يوما وتشرب الناقة يوما شيء لا ضرر فيه ذلك لأنه قال إن حليبها سيكفي القوم وهذه آية أخرى إن حدثت فلا يجب علينا حينها سوى التصديق بنبوته وقبول أوامره ونواهيه ما الذي تقوله يا رجل؟ منذ متى ونحن نقبل بأن يتأمر علينا أحد حتى وإن ادعى بأنه مبلغ من السماء؟ هذا أمر لا جدال ولا تفاوض فيه هذا ما أقوله وسأظل أردده بينكم لا طاعة لصالح علينا وإن فتحت السماء أبوابا بيده ونزلت الملائكة تحارب من أجله يا سادة ثمود ها قد سمعت منكم جميعا فاسمعوا أنتم مني إنكم تعلمون كما أعلم بأن صالحا هو نبي من الله ولكننا نرفض نبوته حتى لا يتسيد علينا وهذا نتفق كلنا عليه إلا أن رأس الأمر هو كيف نتعامل مع ما حدث وما أصبح أمرا واقعا بين الناس لذا واجب علينا الحذر فلنرى ما الذي سيكون من ناقته في الأيام القادمة فإن ظلت آيته باقية هاودناه وإن حدث لها شر نحيناه فأنتم تعلمون قصص السابقين حينما أتتم آيات الله فكذبوا أرجو أن لا تدور الدائرة علينا فنكون من الهالكين قول حسن يا أبا صخر فليكن ما قلت ولننتظر حتى نرى كل ما في جعبة صالح سأنتظر معكم ولكني يوما ما كنت أقبل لأن أخضع لصالح ورب وسأكشف لكم كاذبه قريبا وسيأتي اليوم الذي ستشهدون فيه جميعا على صدق قولي السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة حمد لله على سلامتك يا أبا عدنان سلمك الله يا زوجتي العزيزة وكيف حال نبي الله يا أحطب بخير والحمد لله سلام الله عليه حفظه الله لنا وسلمه من كل سوء هل أمرك بشيء يا أبا عدنان؟ نعم يا ناجية أمرني بتفقد أحوال الناس والجار بالدعوة عسى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وكيف رأيت الناس من بعد ما رأوا الحق من ربهم؟ رأيتهم بين مصدق ومكذب مؤمن ومنافق باحث عن الحق وضال عن سبيل الله مضللا لعباده أو ما زال هناك من يكذب بنبوءة نبي الله صالح؟ أين ذهبت عقولهم؟ هكذا هي أحوال الناس دائما يا ناجية حتى وإن رأوا الحق كالشمس الصاطعة ولكننا أمرنا أن ندعو إلى الله ونرشد الناس إلى طريق الحق عسى أن نضيء قلبا أفظمه الشيطان أنا معك يا زوجي العزيز بدأ المنافقون ينشرون سمومهم بين الناس ما بين مكذب لصالح عليه السلام ومكذب لآيات الله البينات وكأن أعينهم قد عميت عن رؤية الحق المبين ظل المنافقون يسعون بين الناس بنشر الأكاذيب والفتن حتى ضاقت على المؤمنين سبلهم وخاف أصحاب الدعوة من بطش الناس بهم أولئك الناس الذين ملئت قلوبهم بالضغائن لصالح ومن اتبعه من المؤمنين فهكذا كان حال العوام في كل زمان ومكان قليل من المؤمنين وأغلب الناس من الجاهلين يا رجال يا رجال أخبروني يا رجال هل أنتم مصدقون حقا لآية صالح؟ وهل في ذلك الأمر شك يا ابن بلغوم؟ ألم ترى الناقة بأم عينيك؟ ها هي طرع كل يوم في مراعينا فكيف نكذب ما نراه بأعيننا يا رجل؟ ومن قال بأن هذه الناقة لم تكن موجودة من قبل ألا يمكن أن يكون صالح؟ قد صاحر أعيننا حينما أخرجها من الصخرة؟ أمجنون أنت يا رجل إنك أنت من طلبت منه بأن يخرج ناقة عشراء من الصخرة وها قد فعل بل إنها قد أتت بفصيلها أمام أعيننا فكيف لك بهذا القول العجيب؟ أولا تعلمون بأن الجن تستمع للناس ثم تنقل النبأ من قوم إلى قوم؟ ماذا تقصد يا ابن بلغوم؟ لقد صخر صالح الجن ليستمع لقولنا ثم يبلغوه به ولما علم بأمر الناقة عد لها عداتها هل يستطيع صالح أن يسخر الجن حقا؟ يا قوم ثمود لقد خدعكم صالح بسحره فأخذ منكم مرعاكم وتسيد عليكم بأوامره وهذا بحق الآلهة لفساد عظيم لقد حان الوقت لكي تعلنوا عن غضبكم ورفضكم لولاية صالح عليكم فليدعنا وشأننا وإلا بعزة الآلهة لقتلنا نقطة حتى يشهد الناس جميعا على كذبه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله انتشر خبر مدين بين القبائل والمدن الأخرى فعرف عن أهلها الغش والكذب كما عرف بأن منهم قوم سوء يقطعون الطريق ويسلبون الأموال ويقتلون الأنفس ولكنهم لم يكترثوا لما يقال عنهم بين الناس بل اعتبروا أن تلك الأخلاق مهارة منهم وتفوق ونبوغ لم يكن أحدهم يكترث من أي الطرق يجمع المال أمن حلال أم حرام فغايتهم هي الدنيا ولا غاية غيرها ولما نصحهم نبي الله عليه السلام وأخلص لهم القول ما نال منهم إلا الوعيد تعرفين يا سيدة الجبل بأننا قد عهدنا الأزرق على أن لا يعترض قوافلنا وأن يكون له منها نصيب ولكنه غضر بنا وأخلف عهده وما شأن أنا بذلك أنا لا ولاية لي على الأزرق ولا هو له ولاية علي نعلم هذا يا سيدة الجبل ومن أجل ذلك جئناك ونرجو أن لا تردين خائبين إذن تحدث فيما أتيت من أجله ولا تطل هيا تحدث يكون لنا معك عهد جديد تحمين قوافلنا من الأزرق ورجاله على أن يكون لك منها خراج نقططع لك وترتضينه وكم هو الخراج يا كبير التجار الخمس إذا وفقت بل الثلث ماذا؟ الثلث؟ هذا كثير يا سيدتي وأنت تطلب الكثير أيضا يا كبير التجار فمعادات الأزرق ليست بالأمر الهين فعلى قدر الربح تكون الخسارة هذه هي قوانين التجارة كما تعلم في هذه الحالة فلن يكون لنا من تجارتنا نصيب فربحنا هو الثلث أو أكثر قليلا عرفت بأنك رجل ذكي منذ أن رأيتك ولكني لم أكن أعلم بأنك ماكر أيضا أتظن أنني أجلس هنا في أعلى الجبل دون أن أعلم بكل ما يدور في مدين؟ أنتم يا معشر التجار تغشون البضائع وتبيعونها بأضعاف ثمنها فتجمعون من المال ما لا يعلمه أحد فعن أي ثلث تتحدث؟ أم أنك أتيت إلى هنا وظننت ودار في ذهنك أنك يمكن أن تخدع سيدة الجبل كما تخدع العوام من الناس ولكن يا سيدة الجبل الأمر هذا ما لدي وكلمة شهبانة لا تتبدل أبدا فأبلغني بردك الآن ولا تكثر في الحديث ما ردك؟ لك ما أردت يا سيدة الجبل على أن تحمي قوافلنا من بطش الأزرق ورجاله إذن فلك مني العهد خذ رجالك وعد من حيث جئتم ولا تتلكعوا في الطريق فعند غروب الشمس تمتلئ الوديان بالذئاب والسباع وأخشى أن تكونوا وجبة شهية لهم هيا اذهبوا لقد قاربت الشمس على المغيب ولم يأتوا بعد لم تأخروا هكذا؟ أخشى أن يحل عليهم غضب شهبانة قل خيرا أو اسمت يا رجل فسيعود جميعا سالمين أنا متأكد من ذلك من أين تأتي بهذا اليقين؟ وكل الشواهد تقول عكس ذلك هو لنس يقينا نما هو رجاء فلنتفائل فإن قحطان رجل محنك ولا أظنه قد يقع في أي خطأ يغضب هؤلاء اللصوص حقا لو أتى قحطان بعهد من شهبانة ليكون أن نصرا عظيما لنا نحن تجار مديا انظر هل ترى ما أرى؟ أليس هذا هو قحطان؟ هو بالفعل وبجواره عقبة وفارد ألم أقل لكم يا رجال إن قحطان سيعود سالما إذن فقد أعطتهم شهبانة عهدها هنيئا لنا ومرحى بفرسان مدين المغاوير وأخذ نبي الله يحذرهم من بخص الناس أشياءهم وإن قاص الميزان والمكيال فقال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق الله العظيم فلا تستمروا على ما أنتم عليه فنصحهم بأن لا يستمروا على ما هم عليه فيمحق الله بركة ما في أيديهم ويفقرهم ويذهب غناهم في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة ذلك خير لهم إن كانوا مؤمنين لذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صرات توعدون صدق الله العظيم أي لا تقطعوا طريق الناس وتخيفوهم ولا تتوعدوهم بأخذ أموالهم من ضرائب وغير ذلك فرد عليه قومه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم فرد عليهم شعيب بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم الله إني قد يائست من القوم ماذا بك يا ثائر؟ عن أي شيء تتحدث؟ لقد أحزنني رؤية نبي الله شعيب وهو ينصح الناس اليوم في الأسواق وهم لا يأبهون لقوله فمنهم من ينهره ومنهم من يستهزئ به ومنهم من ينصارف لتجارته وكأنه لم يسمع شيئا أين عقول هؤلاء العوام؟ أين؟ أفليتدبرون القول فيفقهون؟ ألا يفرقون ما بين الكذب والخداع؟ وما هو أقرب إلى الفطرة والإيمان؟ كيف هداهم شيطانهم إلى ما هم فيه؟ كيف ساءت أحوال الناس إلى هذا الحد؟ والله إنه لحالي أنا أيضا يا ثائر إلا أنه لشيء بيدي لأفعله ووالله إني لا أخشى أن أعلن إيماني بالله وبرسوله فينالني من العذاب ما لا أطيقه فأنت تعلم جهالة القوم وظلمهم ولكن إلى متى؟ إلى متى سنظل على هذا الحال؟ إلى أن يشاء الله يا صديقي فعسى أن يكون فرج الله قريب حمدا للآلهة على سلامتك يا قحطان لقد نجوت وعدت إلي سالما حمدا للآلهة فلقد كنا على حفة الموت مرات ومرات لقد حفظتك الآلهة من أجلي إنه النذر نذر؟ عن أي نذر تتحدثين يا مرمرة؟ لقد نذرت لك عشرة من الإبل وعشرة من الشات لكي تحفظك الآلهة من السوء والشر ماذا تقولين يا امرأة؟ أي سفه هذا؟ إياك وأن تبدل القول بعد أن نجتك الآلهة يا قحطان بفضل هذا النذر عدت أنت ومن معك بسلام أيكون هذا هو شكرك للآلهة على فضلها؟ ولكن النذر عظيم عظيم يا امرأة دعك من هذه الحسابات فخير الأمر هو قدومك لنا سالما فكم من رجال قبلك قد ذهبوا ولم يعودوا إلى أهلهم أبدا ولكن قحطان كفاك حديثا فما نذر للآلهة لا عودة فيه والآن هيا هيا لكي تتناول طعامك فكم كانت رحلتك شق وهل قبلت شهبانة أن تحمي قوافلكم من الأزرق ورجاله؟ ذلك بعد أن اقتطعت لنفسها الثلث الثلث؟ هذا كثير جدا فما الذي سيتبقى لكم أنتم تجار مدين؟ هذا ما نفكر به لذا أعتقد بأننا سنتفق على رفع الأسعار وغلاء السلع من جديد إن الناس يشتكون من التجار يا فارد وأخشى عليكم من غضبهم هكذا هي التجارة يا زوجتي ولا سبيل لنا غير ذلك ولما لا نرضى بالقليل يا زوجي فنحيا ويحيا الناس معنا وما همونا نحن بالناس يا امرأة فكل منه لا يبحث إلا عن ربحه ورواج سلعته هكذا هو الحال في مدين منذ زمن بعيد وماذا إن نقدت شهبانة عهدها معكم؟ كما فعل الأزرق من قبل حينها تبور تجاراتنا القادمة من أرض كنعان ولا يبقى لنا إلا تجاراتنا مع أهل سبأ وهل تفعل شهبانة ذلك؟ هذا ما نخشاه يا زوجتي فكلهم لصوص لا عهد لهم إلا أننا لم يكن أمامنا سوى السير في هذا الطريق بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد